قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الحمد لله هل نُنبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا معلوم أن كل عمل يعمله الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة بسؤالين لما وكيف لما عملته وكيف عملته لما عملته هل عملته إخلاصا لله أم رياء وسمعة ولأجل الخلق ولأجل الدنيا وكيف عملته متبعا للسنة أو على هواك أو تقليدا لآخرين أو على وفق بدعة منتشرة إذن هناك من يعمل الأعمال لا يبتغي بها وجه الله وهناك من يعمل الأعمال على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء قد يكون عندهم إخلاص لكن ليس عندهم اتباع للسنة ولذلك يكون عملهم بدعة وبالتالي يكون مردودا مرفوضا الأخسرين أعمال الذين ضل سعي في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة فيدخل في ذلك أهل البدعة يعملون أذكار بدعية وصلوات بدعية وموالد وأشياء بدعية واحتفالات بدعية ويظنون أنهم يحسنون صنعة وأنهم يؤجرون وفي الحقيقة أنهم يتعبون ويأثمون إذن هذه آية حذر من خطورة البدعة ناس من الأخسرين أعماله أخسر ليس خاسر فقط أخسر لأنه عمل لكن العمل مردود ليس شخصا لم يعمل لا لا هذا عمل لكن ليس على طريقة مرضية ليس على طريقة يريدها الله فالذين يعملون أعمال يظنون أنهم يعملون أعمال صالحة وأنهم يتقربون إلى الله وهم يعملون إما على جهل وإما على بدعة فليس فيها شروط العمل الشرعي ليست وفق السنة ليست كما يريده الله الآن لما طلب مننا عبادته لا بد أن نعبده كما يريدوا لا كما نريده هو الذي طلب مننا أن نعبده وما خرقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب هل نعبده كيفما اتفق؟ هل نعبده على كيفنا بهوانا بأي طريقة؟ لا هو طلب مننا أن نعبده وبين لنا كيف نعبده هذه مسألة مهمة جدا أيها الأخوة والأخوات ففي ناس أصحاب بدع اشتهدوا اشتهدون وربما يعني يقضون الساعات الطويلة في عبادات وألفيات وما أنزل الله بها من سلطان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما ليس فيه فهو رد في ناس يتعبدون بالله والرخص والغناء والمعازف وفي ناس يتعبدون بتكفير المسلمين وإراقة دمائهم واستحلال محارمهم ووصل الأمر لدرجة أنهم قتلوا مسلما من أولاد الصحابة ولهوا زوجة أو وليدة وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوا يظنون أنهم يعني يقومون بجهاد وهو ذبح المسلمين في ناس الآن من الباطنية عندهم عبادات وعندهم معابد لكن كلها على شرك وضلالة استغاثة بآل البيت استغاثة بغير الله سواء تعظيم تأليه صرف أنواع من العبادة لعلي والحسين وفاطمة ونحو ذلك وفي ناس يعبدون الله بالشرك يطوفون حول القبور ويستغيثون بالأموات ويعتبرونه عبادة يا أبا العباس يا رفاعي يا عبد القادر يا جيلان يا بدوي يا مرسي يا عيد روس يا فلان وفي ناس عندهم أذكار بدعية يجي ما ذلك لك يا لطيف 4444 مرة امسك اللطيفية امسك امسك اللطيفية اش يعني لطيفية يقول اتكرر كذا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 4444 مرة مذكور في القرآن ورد في السنة عليه حديث صحيح فعله الصحابة من وين اخترعتوا من وين اخترعتوها ومنه من يخترع الصلاء النارية يقول الصلاء النارية ايش الصلاء النارية وإيش الصلاة المغناطيسية وإيش الصلاة المائية والصلاة الهوائية إيه الصلاة الترابية أنتم تخترعوا على كيفكم عبادات هؤلاء من الأخسنين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفنيت عمرك والذنوب تزيد والكاتب المحصي عليك شهيد كم قلت لست بعائد في سوءة ونذرت فيها ثم تعود حتى متى لا ترعوي عن لذة وحسابها يوم الحساب شديد وكأنني بك قد أتتك منية لا شك أن سبيلها مورود إذن نتواصى وإياكم أن تكون عباداتنا وفق السنة على الدليل الصحيح نتابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا نخترع العبادات ما في مجال الاختراع الاختراع في أمور الدنيا اخترع طيارة وسيارة وصاروخ وبرنامج ونظام تحكم تقنية نانو اخترع اخترع أما في أمور العبادات لازم نعبد الله كما شرع شرع لكم من الدين هو وليس على هوانا وعلى البدع نسأل الله السلامة والعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة